بسم الله الرحمن الرحيم حصة رياضياتي طلبة الصفاء الرابع اليوم ان شاء الله يا رابع رح ناخد درس جديد اللي هو مقارنة الكسور وترتيبها طبعا رح ندرس مجموعة من الحالات الحالة الاولى رح ندرسها يا رابع انه اذا كان عندي كسرين مثل كسر 4 على 5 و 3 على 5 نلاحظ ان هذان الكسران هما كسران متساويان في المقام اذا يا رابع كان في عندي كسرين متساويان في المقام احنا نطلع على البسط الان في البسط عندي العدد 4 وعندة العدد 3 نلاحظ ان الرقم 4 اكبر من الرقم 3 فمنحط اشارة اكبر باتجاه اليسار يعني الكسر الموجود على جهة اليسار اكبر من الكسر الموجود على جهة اليمين اذا الاربعة اكبر من الثلاث فنضع اشارة اكبر اذا نستنتج انه اذا كان الكسران لهم المقام نفسه فالكسر الأكبر هو الكسر ذو البسط الأكبر يعني لما يكون المقام متساوي الكسر البسطه رقم كبير هو اللي بيكون كبير الآن نجل للقاعدة الثانية في القاعدة الثانية رح نلاحظ أنه هنا البسط المتساوي وليس المقام في حالة إذا كان عندي كسرين لهم البسط نفسه فهنو طلع انتبه لهذا الشيش ويحكي لك القاعدة رح نمشاريها فالكسر الأكبر منه الكسر الكبير هو الكسر ذو المقام الصغير يعني احنا مندور على المقام الصغير المقام الصغير هو اللي بيكون كبير إذا نلاحظ هنا البسطان متساويان لما يكون البسطان متساويان رح طلع على المقامات بدور على المقام الصغير من المقام الصغير السبعة ولا الهداش السبعة باتجاه السبعة بنضع إشارة أكبر إذا هون عملية معاكسة للمرحلة الأولى أو المثال الأول كمان مثال نطلع على المثال اللي عندي هون عندي الكسران 5 على 12 والكسر 7 على 12 نلاحظ رابع الكسران متساويان في المقام إذا تساوي الكسران في المقام نحن ننظر للبسط نبحث عن البسط الكبير من الآية الأكبر الخمسة ولا السبعة الجواب السبعة فنضع إشارة الأكبر المثال الثاني عندي الكسر 8 على 11 والكسر 8 على 15 نلاحظ في هذه الحالة أن الكسران متساويان في البسط إذا تساوي الكسران في البسط ننظر للمقام ونبحث عن المقام الأصغر فمن الأصغر الـ 11 ولا الـ 15 الجواب 11 فنضع إشارة الأكبر باتجاه المقام الأصغر ننتقل الآن لحال أتحقق من فهمي صفحة 27 بنفس الأمثلة نلاحظ عند الكسر 7 على 9 بدي أقارنه مع الكسر 5 على 9 نلاحظ أن الكسران متساويان في المقام إذا تساوي الكسران في المقام إحنا بننظر للبسط ونبحث عن البسط للأكبر من الأكبر السبعة ولا الخمسة؟ الجواب السبعة فنضع إشارة الأكبر المثال الثاني عند الكسر 5 على 8 والكسر 5 على 11 إذا تساوي البسطان مندوره على المقام الصغير من العدد الصغير الثمانية ولا الـ 11؟ الجواب ثمانية فنضع إشارة الأكبر الآن ننتقل لشرح المثال الثاني المثال الثاني من كتاب الطالب بحكي لك التالي صفحة 27 بحكي لك شارك مراد 2 وثمانية على عشر من الساعة في نشاط طوعي وشارك سمير في ساعتان وثلاث أثمان من الساعة وشاركة هلا في ساعة وخمسة أسداس من الساعة أرتب زمن مشاركة امتصعديا يعني أنا في عندي ثلاث أشخاص لهم مراد و سمير وهلا شاركوا الثلاثة في عمل تطوعي تمام مراد خصص للعمل التطوعي ساعتين وثمان أحشر الساعة سمير ساعتان وثلاث أثمان الساعة هلا شاركت في ساعة وخمس أسداس الساعة المطلوب أرتب هذه المدة أو الزمن تصاعديا نحن نعرف أنه تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر هذا هو الترتيب التصاعدي الآن لما يكون في عندي أعداد كسرية رابع بدي أرتبهم من الأصغر إلى الأكبر أول شيء منظر إلى العدد الصحيح نلاحظ هون عندي واحد اثنان اثنان من هو أصغر عدد صحيح؟ أصغر عدد صحيح هو الواحد إذا رح يكون الجواب واحد وخمسة على ستة هذا هو أصغر عدد صحيح الآن من يجي اخلصنا من هلا بيظن عندي سامير ومراد مين هو اللي شارك بوقت أصغر؟ نلاحظ الآدد الصحيحة متساوية الآن بدي أقارن بين الكسرين نلاحظ هنا يا رابع أن الكسرين لا مقاماتهم متساوية ولا بسطهم متساوي نحن في الأمثلة اللي تعلمناها بكون إما المقام متساوي أو البسط متساوي هون عندي المقامات مختلفة والبسط مختلف نلاحظ البسط ثلاثة وثمانية والمقام ثمانية وعشرة كيف رح أتم مقارنتهم؟ رح نستغل الدرس اللي أخذنا الحصة الماضية اللي هو تقريب الكسور الآن باجي مثلا الكسر ثلاثة على ثمانية بدي أقربه لإحدى القيم المرجعية يا صفر يا واحد يا نص الثلاثة بعيدة عن الثمانية فمستحيل يكون الجواب واحد تمام؟ هلأ مناخذ هون منحط صفر ومنحط نصف المقام أربعة الثلاثة قريبة للصفر ولا للأربعة؟ الجواب الثلاثة قريبة إلى أربعة إذن هذا الكسر بقدره بالمقدار نص نيجي للكسر الثاني نلاحظ في الكسر الثاني أنه الثمانية قريبة من العشرة بما أنه الثمانية قريبة من العشرة إذن هذا الكسر نقربه للرقم واحد الآن بحكي من أصغر لثنين ونص ولا الثلاث لأنه هونه هون ثنين زائد واحد وسوي ثلاثة وهون عند贏 ثنين زائد نص وسوي ثنين ونص مين أصغر لثنين ونص ولا الثلاث الجواب ثنين ونص فبنكتب سمير لهو اثنان وثلاثة على ثمانية أصغر من العدد الكسري اثنان وثمانية على عشرة نعيد مرة أخرى إذن عند ترتيب الأعداد الكسرية تصاعدياً أو تلانزلياً أول شيء مني تطلع على الأعداد الصحيحة أصغر عدد صحيح هو الواحد فكتبنا هذا الكسر في البداية الآن ضل عندي هذول الكسرية نلاحظ أن الأعداد الكسرية الموجودة عندي هنا تساوت في الأعداد الصحيحة ولكنها اختلفت في الكسور وصار في عندي مشكلة بالكسور الكسور الموجودة عندي هون غير متشابهة لا في البسط ولا في المقام إذا لم تتشابه الكسور في البسط والمقام من قربها زي ما تعلمنا لقيم مرجعية صفر يا واحد يا نص الثلاثة بعيدة عن الثمانية فمستحيل يكون الجواب واحد الآن منحط عند الثلاثة صفر ومناخد نص الثمانية أربعة الثلاثة قريبة من الأربعة بما إنه الثلاثة قريبة من الأربعة رح يأخذ القيمة نص فاثنين زائد نص كم يطلع الجواب؟ اثنين ونص الآن هنا الثمانية قريبة من العشرة بما إنه الثمانية قريبة من العشرة مناخد القيمة المرجعية واحد اثنان زائد واحد ثلاثة الآن بسأل مين أصغر لاثنين ونص ولا الثلاث الجواب اثنين ونص فمنكتب الكسر اثنان وثلاثة على ثمانية أصغر من الكسر اثنان وثمانية على عشرة ننتقل الآن إلى أتحقق من ثهمين في صفحة ثمانية وعشرين يبعد منزل رانية عن المخبز ربع كيلومتر ويبعد منزل منا عنه أربعة أسداس الكيلومتر أيهما أقرب إلى المخبز طبعا الأقرب إلى المخبز هو الكسر الأصغر الأقرب إلى المخبز هو الكسر الأصغر نلاحظ هنا يرابي أن الكسور هنا لم تتساوى لا في المقام ولا في البص إذا لم تتساوى الكسور في المقام والبص منلجأ للتقريب الآن منحكي الأربعة بعيدة عن الستة لأنه الأربعة عشان توصل للستة بتها خطوتين فمنحط عندي الأربعة صفر ومناخد نصف الستة اللي هي ثلاث الآن الأربعة أقرب للصفر أو للثلاث الأربعة أقرب للثلاثة فهذا الكسر رح نقربه للقيمة نص اللي هو المسافة التي يبعدها منزل منا قربنا للنص الآن منيجي لمنزل رانية نلاحظ أن العدد واحد بعيد عن الرقم أربعة الآن نحط هون صفر ومناخد نصف الأربعة اثنين الواحد أقرب إلى الصفر أو للاثنين نلاحظ أن الواحد أقرب إلى الصفر الواحد أقرب إلى الصفر الآن هون في عندي يعني ممكن حد أحكي لي مطمس كمان هو الواحد قريب من الاثنين صحيح بس أنا إذا بدي أخذ أنه الواحد قريب للاثنين رح يعطيني نفس المسافة نص فأحكي أنه المنزلين متساويين بس إحنا بناخد هون قريب إلى الصفر مدام أنهم هون الاثنين متساويين ناخد القيم الأصغر اللي هي الصفر فنلاحظ مين الأقرب إلى المخبس الأقرب إلى المخبس هو المنزل مونة اللي هي القيم الأصغر النصف أصغر من الصفر عفوا يا رابع ما ننسى لو سمحتو أنه حكينا قربنا منزل مونة طلع الجواب نص قربنا منزل راني طلع الجواب صفر ليش أخذت الصفر لما تكون المسافة متساوي بناخد الرقم الأصغر نلاحظ أنه الصفر أصغر من النص لأنه هو بالدول أقرب الصفر أصغر من النص إذن الأقرب إلى المخبس هو منزل راني عفوا وليس أنه النص أنا حكيت لك النص أصغر من الصفر الصفر أصغر من النص إذن منزل راني هو الأقرب إلى المخبس هيك من نكون حلينا درس مقارنة الكسور وترتيبها الحصة جاي إن شاء الله تعالى من حل أسئلة أتدرب صفحة 28 و 29 يعطيكم العافية